أفد مراسلنا بنجاة مسؤول التجنيد في حركة حماس باسل صالح من عملية اغتيال إسرائيلية في بلدة جدرة السحلية جنوبية بيروت وأدت محاولة الاغتيال إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين والقصف الإسرائيلي في جدرة تم بغارتين على سيارة ودراجة نارية ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة الاغتيالات التي تنفذها إسرائيل ضد شخصيات من حزب الله وحماس في لبنان وهو ثاني أعمق قصف بعد الغارة التي أدت لمقتل القياد في حماس صالح العروري في الضاحية الجنوبية منذ فترة للمزيد تنضم إلينا من بيروت مفادتنا ليال سعد لنطلع معك ليال على تفاصيل مجرى إن كان فيه أي ردود فعل أولية بالنسبة لهذا الحادث الذي يتسمن ربما بميزة جديدة بأنه وصل إلى حدود 60 كم في العمق اللبناني في أول مرة لربما يحصل هذا الاستهداف على هذا العمق صحيح ميشيل هذا الاستهداف اليوم أن يدل على الشيء فهو يدل على عدم التزام إسرائيل بأي شكل من الأشكال في قواعد الاشتباك أو محاولة التهدئة وعدم توسيع رقعة الحرب هي للمرة الثانية تضرب في العمق اللبناني إن كان في الضاحية الجنوبية لبيروت عند استهداف القيادي في حماس صالح العروري أو عند هذا الاستهداف اليوم والذي أيضا كان بهدف محاولة اختيال لشخص فلسطيني من حركة حماس بحسب معلوماتنا هناك ثلاث أشخاص نجوا من هذا الاختيال وهم حاليا في المستشفى في صيدة يخضعون للعلاج ولكن هم في حالة جيدة ثلاثة أشخاص بينهم صالح باسل صالح وهو في حركة حماس هذا الأمر الوحيد المؤكد الشخصين الآخرين هما من فلسطينيين ولكن لغير مؤكد ما إذا كانوا من حركة حماس أم لا الشخص أو هو صاحب السيارة من بيت أو من آل عبد الحميد والشخص الآخر من عائلة هيدوس هذه هي المعطيات الأولية التي تمكننا من الحصول عليها ولكن التأكيد الوحيد هو أن الشخص المعني وهو من حركة حماس لم يتم اختياله أو لم تتمكن إسرائيل من اختياله وليست هناك أي معطيات ما إذا كان هناك شخصية أخرى كانت مستهدفة أم لا حتى اللحظة في بيروت لم تخرج أي مواقف بهذا الإطار لا رسميا ولا بشكل غير رسمي بعد قليل يصل وزير الخارجية الإيراني إلى وزارة الخارجية من خلفه ليلتقي نظيره اللبناني عبدالله أبو حبيب وبعد ذلك سيكون له مؤتمرا صحفيا في السفرة الإيرانية في بيروت لا نعلم ما إذا سيتحدث عن هذا الموضوع خصوصا وأنه قد قال يوم أمس إن أمن لبنان هو من أمن إيران فسننتظر لنعرف ما إذا سيتطرق أيضا لهذا الموضوع خصوصا وأنه أتى إلى لبنان ليس بهدف الحديث عن محاولة تهدئة أو تخفيف وطأة الاجتباكات بل الحديث عن مستقبل لبنان والمنطقة ما بعد الهدنة أو حتى ما بعد الحرب وبالتالي نحن ننتظر وحتى نحاول التقسي بمزيد من المعلومات حول الاستهداف الذي شهدنا في جدرماء إذا كان هناك معلومات إضافية خصوصا وأنه كان هناك تضغير كبير بالمعلومات من شل في باد الأمر ولكن الآن تأكد أن المستهدف كان قيادين من حركة حماس والاسم الذي حصلنا أو تمكننا من الحصول عليه حتى هذه اللحظة هو باصل الصالح وهو ضمن حركة حماس وحتى مسؤول عن تجنيد في حركة حماس بحسب المعلومات ولكن جميع الفلسطينيين أو الذين كانوا في سيارهم بحالة جيدة ولم يقتلوا دعيني أشرك معنا مراسلتنا دارين الحلوة من مرجعيون ومحرر الشؤون الإسرائيلية في السكانيزة عربية لدال كنعنا سأبقى بداية في لبنان معك دارين لنطلع على تفاصيل ما جرى كنت قد تابعت منذ اللحظات الأولى هذا الاستهداف الذي يبدو حصل من خلال أو عبر طائرة مصيرة وأطلقت غرة أو غرتين في هذا الموقع أطلعينا لربما على التفاصيل وأيضا ما يحدث على الحدود فيما يبدو أنه كان في انتلاق لسفارات الاندنار أيضا على الجانب الإسرائيلي منذ بضع دقائق ميشالا في عملية جدرة المحسوم حتى هذه اللحظة أن باصل صالح قد نجى وهو الذي كان مستهدفا بهذه الغارة سقط في هذه الغارة خليل فارس وهو لبناني لديه بضائع يبيع الخضار على جانب الطريق وشخص من التابعية السورية صدف وجوده هناك بالإضافة إلى جرح شخصين آخرين شخص سوري وشخص آخر يملك مؤسسة تبيع المياه إذن شخصين جريحين وشخصين سقطاء خليل فارس هناك تكتم حول وضعه الصحيمة إذا كان أصيب بجروح أم أنه بالفعل نجح حتى من الإصابة بالجروح الصور التي حصلنا عليها من كاميرات المراقبة القريبة من هذا الاستهداف بيّنت سقوط أكثر من صاروخ الصاروخ الأول بالقرب من السيارة اقترب خليل فارس اللبناني وهو من بلدة عيتارون للمساعدة وسقط الصاروخ الآخر بين ثلاثة أشخاص وهؤلاء الذين سقطوا منهم خليل فارس والشخص السوري والسوري الآخر الذي أصيب بجرح إذن هذه هي المعطيات المحسومة حتى هذه اللحظة في موضوع جدرة أما فيما يتعلق بجنوب لبنان فدعيني أشير ميشيلا إلى أننا منذ ساعة الصباح نرصد مسيرات لكننا قبل قليل أيضا رصدنا في هذه المنطقة مسيرة تحمل صاروخا كانت تحلق فوقنا في سماء مرجعيون وهذا يؤشر إلى أنها ربما تمهد لتنفيذ عملية ما وطبعا غارة ما في مكان ما لم يحصل أي غارات منذ ذلك الحين حتى هذا اللحظة لكن كان هناك غارات متعددة على أكثر من منطقة في صباح هذا اليوم لكن الأبرز في هذه التطورات الميدانية هي حادثة جدرة لما لها من رسائل بالغة الأهمية لنهية العمق والهدف المرسل نتوسع بهذه رسائل معك نضال يعني هي عملية اغتيال فاشلة ولكن كما قالت دارين فيها الكثير من الرسائل من الجانب الإسرائيلي نعم بالفعل أولا ميشيلا مجرد محاولة الاغتيال حتى وإن لم تؤدي النتائج التي كانت تريدها إسرائيل إلا أنها توصل رسالة هامة أولا الرسالة لحزب الله بأن إسرائيل معنية بالحرب وبأن إسرائيل لا تخشى من نتائج مثل هذه العمليات للإغتيال حتى في عمق الأراضي اللبنانية بعيدا عن منطقة المواجهة على طرفي الحدود وبالتالي هذه رسالة مهمة لإسرائيل خاصة وأن إسرائيل تعتبر الآن أن قضية التهديد بالحرب وأن خيار الحرب المفتوحة مع حزب الله هو نقطة الضغط الأهم ربما على حزب الله من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وبالتالي كل رسالة تؤدي هذا المعنى يمكن أن توصل لحزب الله بأن إسرائيل معنية بالحرب هي مهمة بالنسبة لإسرائيل ثانيا الرسالة لقيادات حركة حماس بأن إسرائيل لا تخشى اغتيال قيادات في حركة حماس وأن كل قيادات حركة حماس خاصة الموجودين على الأراضي اللبنانية ويشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية التي تدور على الحدود هم أهداف للإغتيال بالنسبة لإسرائيل فقط من شأن مثل هذه الرسالة أن تؤثر على عمل هؤلاء لأن هؤلاء الآن سيكونوا مشغولين بإنقاذ أنفسهم بالاختباء من محاولات الإغتيال الإسرائيلية وبالتالي هذا يؤدي هدفا إسرائيليا ثالثا ربما وهو أيضا قضية مهمة قضية ما هو العمل الذي كان يؤديه باسل صالح الذي حاولت إسرائيل إغتياله اليوم هو كان يعمل في دائرة الأشغال التي كان المسؤول عنها عزام الأقرع الذي اغتيل مع صالح العروري وبالتالي إسرائيل تقول بأن هذه المؤسسة كانت تعمل على تجنيد ناشطي حركة حماس في الضفة الغربية وإسرائيل تقول بأنها تريد قطع صلة الوصل ما بين حماس في الخارج وحماس في الضفة الغربية لأن هذا يهدد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وبالتالي إسرائيل تعتبر أن هذا يهدد الأوضاع الأمنية في قلب إسرائيل مع إمكانية الحركة أو حرية الحركة لأعضاء حركة حماس داخل الضفة الغربية بالقرب من المستوطنات وحتى الوصول إلى المدن الإسرائيلية الكبرى وبالتالي هذه قضية مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل ومن هنا تأتي هذه الرسالة شكرا لشبكة موراسيلي سكانيوز عربية على هذه الحاطة وعلى هذه التغطية